بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلام بحضراتكم. معكم من قناة الفن الجميلة والفن التطبيقية. النهاردة ان شاء الله هنكمل الرسم الهندسي. النهاردة هنرسم ايزومتريك. هنرسم منزور تلاتين زي محاطكم شايفين. تعالوا مع بعض كده نشوف الفكرة. يلا بينا. اول حاجة يا جماعة وابسط طريقة يا جماعة عشان ارسم بها منزور زي ده. انا برسم الكيوب بتاعي او المنشور الرباعي بتاعي. المهم اقفله كشكل سليم. بعد كده اقطع الحطة اللي انا عايزها منه. تمام? تعالوا مع بعض كده نشوف الفكرة. يبين هنا انا برسم خط رأسي. بالشكل ده. بعد كده زاوية تلاتين الناحية دي. وزاوية تلاتين الناحية التانية. وبكده احنا عملنا الجنبين بس هنشوف ماسهم بقى دي. الجنب ده هنا اهو تلاتين وعشر يبقى اربعين يبقى اربعة سنتي هنقس كده اربعة سنتي. والجنب التاني اربعة وتلاتين تلاتة سنتي واربعة ميلي. هنطلع بيوم رأسي في الشكل ده. عايزين بقى نشوف الارتفاع ده قد ايه? نشيل بس الزيادة الاول. تمام. نحسب كده مع بعض. دي عشرة. ودول تلاتة وتلاتين. ودي دهيرة كاملة كلها لبعضها اربعة وتلاتين. احنا عايزين نصها. نصها يبقى سبعتاشر. يبقى لو قلنا عشرة. عشرة زائد تلاتة وتلاتين زائد سبعتاشر. هزاوي هزاوي ستين. تمام? يبقى الارتفاع ده كله لها يد كله كام? ستين. هنطلع ستة سنتي بالشكل ده. ونقفل المنشور الربع ده. كده ستة سنتي. ناخد زاوي تلاتين زي ما احنا. ناخد نزاوي تلاتين ونقفل بالمنزر ده كده. طبعا هو عشان مش مكعب. هو برعا متوازي مستطلاط. شوف ما افعلش ايه في النص يبقى هنا. هو برعا متوازي مستطلاط. يعني لو بصين الدلع ده غير الدلع ده والالتفاع كمان مختلف. افضل شي ان انا اشتغل دوار الاول. تمام كده? فالمفروض لو بصينا هنا كده شايفين يا جماعة دي كام? خمسة وعشرين. يعني اتنين سنتي ونص. فهنقيس كده من هورة. اتنين سنتي ونص بالشكل ده. بس عشان احنا نرسم بقى منزور لدايرة لازم نحصرها داخل مربع. مش كده? تمام. اوكي. الحد دلوقتي لسه ما اخدتش مربع بتاع الدايرة خالص. انا بس خدت المسافة اللي هي ايه? العمق بتاع الاستوانة بس. اللي هو اتنين ونص. تمام? بص يا جماعة. الدايرة دي كام في كام? اربعة وثلاثين فاربعة وثلاثين. يعني هننزل هنا كده خط رأسي. وهنا زيه. وهانيس عليه تلاتة سنتي واربعة ميلي. لان العرض كان ده تلاتة سنتي واربعة ميلي. وده هيبقى تلاتة سنتي واربعة ميلي. زي ما تعودنا قبل كده نرسم منزور الدايرة. تلاتة سنتي واربعة ميلي. بشكل ده. ونقفل المربع. برضو كل ده زي وتلاتين. بص طبعا بالتالي شايفين الخطوط دي كلها بتاعت المقعب اللي انا قلت عمله في الاول. نشيلها اخير. نخففها او نشيلها خلص. انا مش محتاجها دلوقتي. خلاص? لان ايه زي ما احنا قلنا انا هقطع منه واجيب الشكل بتاعي ده. تمام كده? اوكي. يبقى انا عندي اول مربع اهو. دي الدايرة الاولانية الكبيرة دي. وفي دايرة وراء. مش كده? تمام. بالمرة نرسم المربع بتاع دايرة اللي وراء. لان انا لو كملت دا كده. ونزلت من هنا بالمنظر ده. انا اقفلت ودي زي وتلاتين هي. اقفلت المربع اللي وراء كمان. يبقى في عندي مربعين اهم للدايرتين. الدايرة اللي قدام. ودايرة اللي وراء. لما كنا بقى بنرسم منظور الدايرة كنا بنعمل ايه? كنا بنوصل لقطرة الطويل الاول اللي هو الكبير ده. والكتر الصغير ده كان بيدينا السنتر تمام? من السنتر ده بناخد المحاور على زي وتلاتين ناحية دي كده زي وتلاتين اهيه. ده المحور الافقي وده المحور الرأسي. يبقى احنا كده نصفنا ايه المربع ده? بالشكل ده. تمام? تمام. شايفين نقطة التنصيف دي? تمام كده? هوصلها بالقطرة ده. بالنقطة دي يعني. لما وصلها كده هتديني نقطة هنا اللي هو المركز. ممكن ده انت سميه ميم واحد. مركز واحد. تمام? مين اللي شاكله بالزبط? اهو. النقطة دي بنوصلها للتنصيف ده. هتدينا مركز ميم اتنين. تمام كده? طيب يبقى هنا عندي ده هيبقى مركز. وده كمان مركز. يبقى ده هنسمي ميم تلاتة. وده ميم اربعة. حلو كده? تمام. يبقى انا عندي الاربع مراكز اللي بيرسمه منزول الدايرة ده موجودين قدامه. يبقى البرجل ونركز في المركز واحد اهو. لوا ميم واحد. ونفتح الفاتحة دي يا جماعة زي ما تحاولكم شايفين اهو. ونرسم ربع الدايرة ده. بعد كده نركز في ميم اتنين وبرده بالفاتحة دي كده. نرسم رابع الدايرة ده. تمام? بعد كده نركز في ميم تلاتة. شايفين ادلها ده كله? اهو ميم تلاتة اهيه. ونكمل بقية الاليبس بتاعتنا او الشكل البيضاوي ده. هنركز بعد كده اتنين واربعة. نكمل بتاعتنا اهيه. يبقى كده الشكل بتاعنا مزبوط جدا. تمام? يبقى كده دي اول دايرة اللي هي الكبيرة دي. كده خلصنا. تمام? فاضل بقى دايرة اللي وارا. مش احنا رسمنا المربع اللي وارا ده. هارج بقى طريقة جميلة قوي يا جماعة عشان. شايفين مربع اللي وراء اهو. حلو كده? تمام. بصة باش مانس. في عندي طريقة اسمها نقل المراكز. يعني نقل المراكز. يعني المركز ده هنقله للمربع ده. بطريقة بسيطة. بدل معه ده عمل ايه? الانصف وعمل الكلام ده تاني. لأ على ايه? بصة باش شايفت دلع الكبير ده هنوصله كده هو. اللي هو وراه. اللي هو القطر الطويل. تمام? شايفين ده? هناخده من هنا كده زاوية تلاتين شايف? اللي هي مركز اتنين اهو. هناخده من نقط كده شايفين يا جماعة? اهي. يبقى كده المركز اتنين اهو. ده اسمه نقل المراكز. نجي نهو. ميم واحد اهي. بالشكل ده. تمامي? انا عنتي اهم مركزين عنتي. ودي كده ده شايفين مش ده ميم اربعة في واحد زي اهو. ده ميم اربعة. ماشي في ميم تلاتة هيبقى ده ميم تلاتة اهي. خلاص كده? تمام. بصبع لما نجي ناخد المقاسات باخدها من المربع الاولانية باخد هنا. افتح البراجة لكده ميم اتنين اهي. واركز في ميم اتنين اهي. وارسم. ارسم ربع دايرة بتاعهم. تمام? ربع كده ربع الدايرة اهو. شايفينه يا جماعة? تمام. نركز برضو هون. نفتح الفتحة اللي هي ميم واحد اهي. ونركز زينا في ميم واحد اهي. ونرسم ربع الدايرة دي. تمام يا جماعة? بعد كده هركز في ميم تلاتة اللي هي دي اهي. هناخد منها الاول المسافة. وهرجع لي ميم تلاتة اللي وراء ايه. تمام? واكمل الدايرة بتاعت ايه? الالبس اللي وراء ايه. تمام? بعد كده هنركز في ميم اربعة هناخد منها المياز برضو. تمام. وهركز ميم اربعة اللي هي دي. اللي هي بتاعت المربع اللي وراء. نكمل بتاعتنا يبقى كده مزبوطة اهي. ولو شغلك مزبوط او البرج اللي بتاعك كويس هتطلع معك مزبوطة زي ما انتم شايفين. تمام? بعد كده زاوية تلاتين هنوصل المماز ده. اهو بمسالة تلاتين زي ما احنا. هنوصل المماز بتاعنا ده. وكمان نوصل المماز ده. تمام? يبقى احنا عملنا شايفين الدلاء بتاعنا اهو المماز بتاعنا اهو. وهدي المماز بتاعنا. بس هنا بقى هنلاقي هنا ايه? فيه كمان ربع دايرة هنا. تمام? نجيبه ازاي ده? بكل بساطة يا جماعة. شايفين المسافة دي كم? عشرة صح كده? هرجع بالسنتر ده عشرة. يعني هرجع بها سانتي. تمام? فنيجي على نفس الخط كده اهو اجيب مركز. انا عايز حسر دي بس. عايز ربع دايرة دي بس. فبجيبها ازاي? اهو. بمسك كده بقيز. عشرة ميلي. ديني مركز. حتى مش هنكتب عليه حاجة. اهو اللي هي العشرة دي. تمام? طب هنفتح البرجة اللي قد ايه بقى. بصوا بشمان. شايف الحتة اللي هو بتاع المركز ده? اهو. اللي هي الميم دي. ونركز هنا اهو. ونرسم ربع الدايرة ده. دماغا احنا مش عايزين اكتر من كده. بعد كده بنزل منها مماس. اللي هو اللايين ده. بنزل منها. باخد مماس للربع الدايرة ده كده. يوبا كده احنا اخلصنا من الجزء ده. فاضل طبعا نداري اللي في النص دي. اللي هي الصغيرة. سيبها دلوقتي. نقفل بس الشكل ونبعد كده عشان هنمسح شوية حاجات. فايه? نقفل الشكل الاول. بصها باش مانس بقى. الارتفاع الهاية ده كام? عشرة. بيبقى نيس هنا اهو. سنتي. وناخد زاوية. تلاتين النحية دي. وزاوية تلاتين. ونقفل المنزر بتاعنا بالشكل ده. وكمان ده زاوية تلاتين زي ما احنا. نيجي بقى عند المساحة. نمسح الزادة الاول عشان لو فيه مبقاش في لقى اي لفة اي زادة بقى نتمسح خلاص. هنا بصوا شايفين هنا في مسافة اهي. المسافة دي كام? مدها نحض عشر. فاخد من هنا كده. زاوية تلاتين. ونقيس عليها حض عشر. لو سانتي وميلي يعني. ادي سانتي وميلي. تمام كده? ونطلع منها ده اهو. حلوة جدا تمام. وصل لحد فين بقى كده وصل لحد الاستمامة. ماشي? بعد كده طالع لبرة. المسافة دي كام? هنا مش مدها لي. بص لكن ما ادي لي دي. ما ادي لي دي كام خمستاشر? يبقى انا بكل بساطة ايس من هنا كده خمستاشر. اللي هي سنت ونص يعني. واخد هنا كده خط خفيف خالص. ماشي? بعد كده زاوية تلاتين. هنوصل لحد هنا. هلاصل هو اديتني للخط ده. اطلع منه رأسي لحد الاستوانة اهو. بعد كده هنمشي قد ايه? اتناشر صح كده? يعني سانتي وميلي. يبقى احنا كده رسمنا الجزء ده كمان اللي تحت. يبقى كده فاضل بص اللي رسمك كده. يبقى فاضل ايه? فاضل الدائرة السميارة دي. يبقى كده? طبعا الحتة دي هتمسح بس سبنا من هذا يعني ما تبزحش دلوقتي. نمسحها في الآخر. بص لك ما انزل. دلوقتي انا عندي هنا في لقباطة كبيرة قوي. انا هنا مراكز وهاجب دي ازاي الصغيرة دي بكل بساطة. همسح دول اخفيفهم خالص. ولو الاقتر بس. يعني انا امسح القطر ده والقطر ده. ونسيب المحاور. شفت باش مونت انا شلت ايه? الاقتر بس. هو خفيفها بس يعني. بص مش هنا عندي في محور اهنا هتقل لك ادي محور اهو. المحور رأسي والمحور لقف. دول هاقيس منهم ايه? الدايرة اللي جوه دي. يبقى انا عندي كده ظهرت المحاور بتاعتي تاني ايه? اللي هي المحاور دي. بصوا هنا الدايرة اللي جوه. كترها ستاشر. هقيس من هنا كده من المحور ده. تمانية ملي لفوق. وتمانية ملي لتحت. بالشكل ده. ونرسم خط على زاوية تلاتين اهو عشان نرسم المربع جوه من مربع ده. لهو المربع الصغير. تمام? بعد كده برضه من السنتر ده هناخد هي ستاشر طبعا هناخد تمانية ملي للنحية دي. وتمانية ملي للنحية دي. ونقفل المربع بالشكل ده. وزي ما رسمنا قبل كده. انا طبعا كده عندي التنصيف اهو. هنوصل القطر الكبير الاول. من النص ده. هنوصل. القطر ده هيديني النقطة بتاعتي اهي. هنسميها ميم. ماشي. وهنوصل برضه من من القطر ده كده. من المركز ده كده. هادي النقطة التانية برضه ميم اهي. ونرسم الدوير عادي زي ما عملنا في في الدائرة الكبيرة. هنفتح البرجل. حتة الصغانطاطة دي. اللي هي من هنا الميم. عشان صغيرة. زي ما حاطكم شايفين ماشيين معها واحدة واحدة كده. مساحة صغيرة جدا جدا جدا. تمام? اللي تحتيها برضو اهي. هنركز في المركز الصغير ده. ونرسم ربع الدائرة ده. بعد كده نقفل بقى. هنركز هنا. نفتح الكتر ده الكبير ده. نكمل الشكل الضوئي اهو. ونركز الناحية التانية. يبقى كين بعيد الموقف تاني بس على دائرة صغيرة يا رائعة. يبقى كده الرسمة بتاعتنا زي ما حاطكم شايفين خلصت خالص. وما خادرتش معنا وقت. يبقى هنا اللي. نمسح بقى الحتة دي الاول. تمام? منتقل على الخطوط بتاعتنا اهي. يبقى كده يا جماعة الرسمة بتاعتنا خلصت خالص لان الحتة دي هي ما مسوحة ما فيش حاجة خالص فيها. تمام? وبكده يا جماعة يبقى الفيديو بتاعنا خلص لعجوة الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس اللي يصل لك كل جديد نوارتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.